أقل الله عز وجل أن جعل هناك مواسم للطاعات كما أن لتجار الدنيا مواسم ومعارض يعرضون فيها البضاعة للكسب وللربح فكذلك لتجار الآخرة جعل الله عز وجل لهم مواسم للطاعات هذه المواسم للطاعات بيتسابق فيها ويتنافس فيها أهل الخير ومن أعظم هذه المواسم هي التي نستقبلها العشر الأوائل منذ الحجة دي أعظم أيام الدنيا ما في أيام أعظم من هذه الأيام بمعنى أن هي أيام يضاعف الله عز وجل فيها الحسنات أيام الله عز وجل جعل فيها الأعمال الصالحة متنوعة ومتنوعة في كل المجالات ما دام العمل صالحا قولا أو فعلا هل يقول لنا هنا الثواب في الأيام دي مضاعف عن الأيام التقليدية أو الأيام العادية أكيد بالتأكيد لأن رب العالمين لما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الأربعة الأشهر الحرم هذه مفضلة عن بقية الشهور والعشر الأوائل منذ الحجة مفضلة على بقية الأشهر الحرم عشان كده كده هي أفضل أيام الدنيا قاطبة الأشهر الحرم الله يضاعف فيها الثواب لمن أطاعه وفي المقابل بيشتد في العقاب على من عصاه لأن على مقدار النعمة على مقدار ما يكون يعني مثلا العبادة في الأشهر الحرم في المسجد الحرام تختلف عن العبادة في الأشهر الحرم في غير الحرم والعبادة كذلك في الحرم بخلاف الأشهر الحرم تختلف كذلك في الثواب عن بقية العبادات في غير الحرم حتى الصلوات هناك حتى الصلوات يبقى الله عز وجل بيضع لنا القعدة أن الأشهر الحرم خاصة الأيام العشر الثواب فيها مضاعف على مقدار كام الله أعلم ولذا على الإنسان أن يستعد ويتهيأ لهذه الأيام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة وهم زوجات النبي يبقى مقامهم يختلف عن أي مقام أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين ولذا لو حدث منهن مخالفة العقاب مضاعف يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين مع إن القانون الرباني إن الحسن بعشر يضاعف وأن السيئة بالسيئة لكن هنا للمقام لأن في نعمة كبرى هنا في نعمة عظيمة في بيت النبوة وزوجات النبي وأمهاتهم إن تختلف فكذلك لما يكون الإنسان في الأشهر الحرم هيسارع ويبادر بالطاع فالثواب مضاعف طب اللي هيظلم نفسه ويقع في المعصية الثواء العقاب مضاعف لأن رب العالمين فلا تظلموا فيهن أنفسك مع إن الظلم أي ارتكاب المعاصي أو المخالفات في طول العمر هنا لا نهيها في طول العمر منوح لكن ربنا بيحذر اوعى لأن هنا خاصة في هذه الأشهر العقاب مضاعف ترجمة نانسي قنقر